بين يد روسية وإيرانية وأمريكية توجه دفة الأزمة في سوريا إلى المربع الأكثر تعقيدا مع رجوح كفة النظام العسكرية واقترابها من آخر معاقل المعارضة في إدلب على الأرض تواصل فصائل المعارضة السورية تحضيراتها للهجوم المحتمل من قوات النظام وحلفائها تقابلها تعزيزات عسكرية للنظام إلى محافظتي حمات وحلب استعدادا لساعة الصفر المرتقبة كل هذا مترافق مع تحرك عسكري روسي في المتوسط وتحرك مماثل لبارجات أمريكية في الخليج قالت عنه روسيا إنه استعداد أمريكي لقصف مباغت للنظام السوري سفير موسكو لدى واشنطن أناتولي أنتونوف قال إنه أبلغ مسؤولين أمريكيين بأن بلاده قلق إزاء معلومات تشير إلى نية الولايات المتحدة شن ضربات جديدة ضد النظام لتليه بعد ذلك المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا بالقول إن الضربة الأمريكية لا تمثل ضربة لجهود التسوية فحسب بل للأمن العالمي ككل وصفة إياها باللعب بالنار الذي يصعب تنبؤ بتداعيته محاولة أمريكا إدراك ما فاتها بسوريا جاء عبر رفع مطالبها لسحب قواتها من هناك فقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن هناك ثلاثة شروط لانسحاب الأمريكيين من سوريا أبرزها ضمان إنهاء سلطة الأسد بتسوية سياسية تحت سقف مفاوضات جينيف وإخراج القوات الإيرانية وميليشيتها من البلاد تصريح الوزير الأمريكي رآه كثيرون حاجزا أمام المحاولات الروسية للتفرد بالملف السوري وتجاوز مسار جينيف والتركيز على مفاوضات سوتي أما من جهة أخرى فهو يقطع الطريق أمام قوات النظام للعودة إلى مناطق شرق الفرات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الكردية بينما يرى مراقبون أن نهاية الصدام بين النظام السوري ومعارضيه بإدلب ستفتح بابا لصراع أكبر يضع الروس والإيرانيين بمواجهة مباشرة مع الأمريكان صراع نفوذ ومشاريع تتجاوز سوريا إلى المنطقة برمتها